اصرع ثلاثة وثلاثين ارهابيا حوثيا وتدمير آليات للميليشيا في معارك بمأرب والجيش يحبط عملية تسلل حوثية جنوب تعز عشرة القتلى والجرحى بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء واستشهاد مواطن بلغم حوثي في نهم تقرير لمؤسسة ألمانية عائلة الحوثي هي المستفيدة من الضرائب المبتكرة والابتزاز والخطف واختلاس المساعدات نشرت الأخبار من قناة يمن شباب معكم صفا عبد العزيز البداية من مأرب حيث لقيا ثلاثة وثلاثون ارهابيا حوثيا مصرعهم كما تم تدمير آليات للميليشيا بمعارك وغارات جوية في جبهات المحافظة وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحقيق مكاسب ميدانية في معارك دفاعية وأخرى هجومية في جبهات القتال جنوب المحافظة واشتدت حدة المعارك في جبهات القتال بمحافظة مأرب في وقت خاض الجيش الوطني فيه معارك دفاعية في جبهات لعيرف ووادي دنة ومعارك هجومية في صحراء أمريش وعروق اللجماء المحاذية لجبل البلق الاستراتيجي وقالت مصادر عسكرية لبراسليام الشباب إن قوات الجيش تمكنت من استعادة مواقع مهمة في عروق اللجماء وقرون البور في حين قتل ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين من عناصر الميليشية بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى تدمير ست آليات عسكرية وبطارية مدفعية وراجمة صواريخ هذا وشنت قوات الجيش قصفا مكثفا على نقاط تجمع حوثية متفرقة في مدرية الجوبة ما سهم في مضاعفة خسائر الميليشية خلال اليومين الماضيين تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش وميليشية الحوثية الإرهابية اليوم الاثنين في محافظة تعز وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن المواجهات تجددت عقب محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشية إلى مواقع الجيش في جبهة الأقروض جنوبية المدينة المصدر أوضح أن وحدات الجيش استدرجت ميليشية الحوثي إلى كمين محكم ونجحت خلاله في القضاء على أحد العناصر الحوثية لقي قيادي في ميليشية الحوثي الإرهابية مصرعه بنيران قوات الجيش في محافظة حجة وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي عبد فيصل العامري منتحل رتبة عميد والمعين من قبل الميليشية قائدا لعمليات لواء 25 ميكا التابعي لها قتل بنيران الجيش في جبهة حرض ومنذ نحو شهرين تخوض قوات الجيش معارك ضارية مع ميليشية الحوثي تمكنت خلالها من تحقيق تقدم مهم كما ألحقت بالميليشية خسائر مادية كبيرة وقتلت المئات من الإرهابيين الحوثيين بين الحين والآخر تشهد مخيمات النازحين في مأرب اندلاع حرائق آخرها تسببت بوفاة طفلة لم تتجاوز العامين من عمرها وإصابة أربعة آخرين إلى أن هذه المأساة لم تلفت أنظار المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي لحظات زمن معدودة كانت كافية لتجريد هذه الأسرة النازحة من محافظة تعز من كل ما تملك وإصابتها في مأساة فبسبب احتكاك كهربائي شب حريق في منزلها المكون من هذا السياج الحديدي التهم المنزل مع محتوياته في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب لكن المأساة الكبرى للأسرة وفاة طفلتها انتظار جراء الحريق فرغم محاولة والدة الطفلة إنقاذها وهي نائمة إلا أنها لم تتمكن لسرعة انتشار الحريق الهائل ففارقت الطفلة الحياة وأصيبت والدتها بجروح متعددة هذا الطعام كان عشاء الأسرة أسرة المكلومة قبل نشوب الحريق لكن العيش في المخيمات قد يحول بينك وبين طعامك وحياتك معاناة بعضها فوق بعض لا دور سجل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية تجاه مأساة الأسرة ثلاثة أيام مضت منذ الحادثة والأسرة المكلومة ما تزال بلا مأوى أو بعض الأثاث أو حتى ملابس لهم من حين لآخر تتكرر حوادث الحريق في خيام النازحين بمحافظة مأرب لا سيما في فصل الصيف ففي ذات اليوم وفي ذات المخيم شب حريق آخر أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص زامنهما أيضا حريق ثالث في مخيم عرق آل شبوان شرق مدينة مأرب في يوم الخميس نفسه الساعة 12 ظهرا تماما أحترق هنا بيت بالقطاع المجاور ما فيش عملية تلاشي ليش ما هو سبب الحريق الأول لماذا ما نفعل على توقيف أسباب وأغلب كل الأسباب هي الكهرباء الشبك العشوائي أو التسليك الداخلي الضعيف لا مناصم وضع حد لهذه الكوارث المستمرة التي يتعرض لها النازحون الهاربون من حرب وبطش ميليشي الحوثي إلا بتوفير منازل آمنة للسكن بديلا عن هذه الخيام المعرضة للحريق في أي وقت أو العودة إلى منازلهم لكن ذلك مرهون بتحرير مناطقهم من سيطرة الميليشي قال الرئيس عبد الرب منصور هادي إن ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد في محاولة لفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة وهي مرفوضة من كافة أبناء الشعب اليمني جاء ذلك خلال استقباله اليوم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف وأشهد الرئيس هادي بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون وأكد اللقاء على ضرورة إنهاء معاناة الشعب اليمني التي أفرزتها حرب ميليشي الحوثي الإيرانية وجرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين وضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في أراضي السعودية ودولة الإمارات من جانبه جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي دكتور نايف الحجرف تأكيد الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لإنهاء الحرب وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية وفقاً للمرجعيات الثلاث وأكد دكتور الحجرف دعم مجلس التعاون للجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية في المعركة المصرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتطرق اللقاء إلى دعم مجلس التعاون للحكومة لا سيما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسين العملة المحلية وتخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني في عموم محافظة الجمهورية في محافظة البيضاء أقدمت ميليشيا الحوثية الإرهابية على إعدام مدنيا في إحدى نقاط التفتيش بمدرية ذي ناعم ووفق مصادر محلية فإن عناصر حوثية تتمركز في حاجز التفتيش بمدرية ذي ناعم أقدمت على قتل شاب في العقد الثاني من العمر أثناء مروره في الحاجز المصادر أوضحت أن المدنية كان عائدا من منطقة يافع بمحافظة لحج إلى مدينة رداع على متن حافلة يملكها قبل أن يطلق عليه أفراد النقطة الرصاص ويردوه قتيلا على الفور وعلى إثر هذه الجريمة تدعى أهل الضحية ومجامع قبلية إلى مدينة البيضاء للمطالبة بتسليم المتورطين في الحادثة التي تاتي بعد يومين من إصابة مدني آخر من قبيلة آل السلال في ذات الموقع قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن عشرة الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحثي الوكالة نقلت عن مصدر في السلطة المحلية التابعة للميليشيا قوله أن أكثر من عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين أمام فندق الشدروان بشارع 22 مايو في صنعاء هذا ولم ترد معلومات عن أسباب الانفجار كما لم توضح الوكالة أي تفاصيل أخرى حول الحادثة سشهد مواطن اليوم بانفجار لغم حثي في صنعاء وقالت مصادر محلية أن المواطن محمد حيدان من أهل قرى ملح بمدرية نهم في صنعاء استرشد بانفجار لغم في مزرعته في زرعته ميليشيا الحثي في الفترة الماضية وتسببت الألغام الحثية بمقتل آلاف اليمنيين بينهم أطفال ونساء فيما تواصل الميليشيا نشر زراعة الألغام على نطاق واسع مستهدفة إبادة أكبر عدد من اليمنيين نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بأعمال تعذيب وحشية ضد ثلاثة صحفيين مختطفين في سجون ميليشيا الحثي الإرهابية منذ أكثر من ستة أعوام وقالت النقابة إن أسر الزملاء عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميدة المختطفين منذ العام 2015 يفيد بتعرضهم للضرب والتنكيل والتعذيب داخل المعتقل بصنعاء النقابة استنكرت الأساليب التعسفية والقمع الوحشي الذي تمارسه ميليشيا الحثي ضد الصحفيين المختطفين وحملتها المسؤولية عن هذه الجريمة الممنهجة كما أعربت النقابة عن استهجانها الشديد لإصرار الميليشيا على تعذيب الصحفيين في الوقت الذي تنظم فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين حملة دولية للإفراج عن الزملاء الذين يواجهون حكما جائرا بالإعدام ويعيشون ظروف اعتقال قاسية جدا وغير قانونية منذ قرابة سبعة أعوام وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها إلى سرعة الإفراج عن الزملاء المختطفين كما ناشدت كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير بمواصلة الجهود لإنهاء معانتهم وجهت اللجنة الأمنية في حضر موت الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة خاطفي موظفين أجنبيين اثنين يعملان في منظمة أطباء بلا حدود جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية عبرت فيه عن إدانتها لاختطاف اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود الأجانب من قبل أشخاص المسلحين على الخط الصحراوي الذي يربط بين محافظتي مأرب وحضر موت وعمس الأحد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود وقف بعض أنشطاتها الإنسانية في محافظة مأرب فيما قالت إن اختطاف اثنين من موظفيها كانوا في طريقهم إلى المحافظة كما قررت اللجنة الأمنية في مديريات الوادي وصحراء بمحافظة حضر موت منع استحداثات حواجز مصلحة خارج التشكلة الرسمية وذلك عقب قيام كيانات قبلية موالية لميليشيا الانتقالي باغلق مداخل ومخارج شركة بيترو مسيلة ووجهت اللجنة الأجهزة الأمنية والعسكرية في نطاق المسئولية بالتعامل وفق النظام والقانون ومنع أي استحداثات لقطاعات أو نقاط مسلحة تنشأ خارج التشكلة الرسمية لوحدات الجيش والأمن وأمس لحد نشرت ميليشيا الانتقالي نقاط غير رسمية على مداخل ومخارج الشركة ومنعت مرور القاطرات المحملة من الشركة ضمن تصعيدها ضد الحكومة في وقت لاقى هذا الإجراء سخطا شعبيا واسعا كونه لا يصب في مصلحة الاستقرار ومساعي السلطات والحكومة في حلحلة الوضع الاقتصادي وتلبية مطالب الشارع إلى محافظة المهرة حيث التقى المحافظ محمد علي ياسر اليوم فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وعمليات التهريب قالت مصادر محلية أن مهمة الفريق الأممي تقييم الوضع الأمني والتحقيق في عمليات التهريب وأوضاع خفر السواحل وسبل مساعدته للقيام بواجباته بشكل أفضل وفي لقاء الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة أكد المحافظ على دعم السلطة المحلية للفريق الأممي وتقديم كافة التسهيلات بما يمكنه من تنفيذ مهمته على أكمل وجه ودناء عرقيل أشيرا إلى جهود سلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنجاحات الأمنية المحققة في مكافحة عمليات التهريب والإرهاب والمخدرات كان آخرها ضبط عدد من الصواريخ المهربة عبر منفذ شحن في عملية نوعية عقب الاشتباه بحاوية مولدات كهربائية من جانبه دعا وكيل محافظة المهرة العميد مختار الجعفري فريق الخبراء إلى نقل صورة حقيقية عن محافظة المهرة للمجتمع الدولي كمحافظة مثلت نموذجا للأمن والسلام والتنمية والتعايش وضيفا أن كل مؤسسات الدولة قائمة في المهرة مع استمرار السلطة المحلية في تقديم مشاريع التنمية والبناء ما جعلها قبلة للنزحين اليمنيين من مختلف المحافظات قال إن موجة النزوح المستمرة تشكل ضغطا كبيرا على السلطات المحلية دعيا منظمة الأمم المتحدة التركيز على دعم محافظة المهرة ومساعدة السلطات المحلية في الجوانب الاقتصادية والتنموية دعلمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كتيريش اليوم المانحين إلى تكثيف الدعم لليمن قبيل يومين على عقد مؤتمر افتراضي للمانحين الدوليين جاء ذلك في تغريدة على تويتر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال فيها إن نقص التمويل يهدد العمليات الإنسانية التي تعد شريان الحياة لملايين المحتاجين في اليمن وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يحث المانحين على تكثيف الدعم لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص باليمن الذين هم في أمس الحاجة والأربعاء القادم تنظم الأمم المتحدة مؤتمرا افتراضيا للمانحين بشان اليمن بهدف البحث عن تمويلات لتدخلاتها الإنسانية هذا العام تتزايد الأزمة الإنسانية في البلاد في ظل انهيار الاقتصاد الوطني وتقليص برنامج الأغذية العالمي المساعدات المقدمة لليمن بسبب مشكلات نقص التمويل تحذيرات الأمم المتحدة تتوالى من مجاعة وشيكة ستشمل معظم اليمنيين في المرحلة المقبلة نتابع تتقدم الأيام ويزيد فيها تغاكم المعاناة المعيشية للسكان توقفت حركة العمل فساعات طويلة تمر والحاج رشيد ينتظر قدوم الزبائن وغالبا ما تنقضي أيام دون أن يجني ريالا واحدا يعمل رشيد بمدينة تاعز في إصلاح الساعات ويعول تسعة أفراد لكنه لا يقدر على توفير متطلبات الغذائي في ظل هذه الظروف يقول رشيد شيء طلب الله أكله أكله وشربه وحق عياله وحق ملابس عياله نحن ببعد بأي حاجة الدجاج جاء بخمسة ألف ستة ألف ريال ما نقدرش نأكل حب الرياج قلنا منها تقريبا ستة شهور من سبعة شهور خلال الحرب بات أكثر من ثلثي اليمنيين بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية وبينما كان برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدة غذائية لثلاثة عشر مليون يمنيا شهريا فقد تقلصت مطلع العام الجاري إلى النصف بسبب مشكلة نقص التمويل مخزون اليمني من حبوب القمح يكفي لأربعة أشهر بحسب تصريحات الحكومة ومع الأزمة الأوكرانية قد يبدو الوضع أصعب مما هو عليه يجب أن نعتمد على أنفسنا نعتمد على الإيرادات المحلية يجب أن يصدر الغاز والنفط اليمني يجب أن الحكومة تفسد سيطرتها على الموانئ على إيرادتها هذا سيعمل فارق كبير ويعمل انتعاشه في الاقتصاد اليمني من ضاعف الاحتياج والمأسة الإنسانية هي العوامل الاقتصادية الأخيرة وهذه العوامل هي عوامل المسبب الرئيسنا عوامل سياسية وليس اقتصادية الانهيار الاقتصادي طرف آخر للأزمة الإنسانية فاستمرار إغلاق المطارات والموانئ وتعطيل المنشآت الاقتصادية إضافة لعدم تنفيذ التحالف وعوده بمنح وديعة للبنك المركزي أمور تؤدي لاستمرار فقدان الريال الوطني قيمته الشرائية عوامل مركبة تزيد من احتمالية انهيار الوضع المعيشي والإنساني في البلاد بشكل تام تحذيرات محلية ودولية وأممية من تداعيات قطيرة ستخلفها الأزمة خلال مرحلة القليلة المقبلة هل تنتظر اليمنيين ظروف أسوأ مما قد عاشوها خلال السنوات الماضية؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة أيمن قائل يمن شباب تعز قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحثي استحوذت على ما نسبته 55% من إجمالية إنتاج الغاز المنزلي في العام الماضي في وقت تشهد مناطق سيطرتها أزمة خانقة في وقود الغاز وازدهار غير مسبوق للسوق السوداء واتهم وزير الإعلام معمر الإريان الميليشيا الانقلابية بافتعال سياسات الإفقار والتجويع من خلال التلعب بتلك الكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي المسؤول الحكومي قال إن الميليشيا تحتكر تجارة بيع الغاز وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة ودع الإريان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز الواصلة من المناطق المحررة وعدم وضع العراقيل أمام تدولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية في الجوف أقدمت ميليشيا الحوثي على إحراق ناقلة وقود شرقية مدينة الحزم مركز المحافظة مصادر محلية قالت ليمن شباب إن ميليشيا الحوثي اعترضت إحدى القاطرات المحملة بالوقود أثناء مرورها في الخط القريب من جبل اللبنات شرقية مدينة الحزم قبل أن تفتح نيرانها صوب الشاحنة وأضافت أن الميليشيا قامت بملاحقة ناقلة التي حاول سائقها الفرار من قبضتهم وأطلقت الرصاص على خزان ناقلة ما أدى إلى احتراقها وكانت الشاحنة في طريقها إلى مدينة الحزم الخاضعة لسيطرة الحوثيين بينما توصل الميليشيا احتجاز عشرات ناقلات محملة بالمشتقات النفطية في المحافظة بالتزامن مع أزمة خانقة تمر بها المناطق الخاضعة لها قالت مؤسسة بريتسلمان الألمانية إن ميليشيا الحوثي تمول شبكاتها ودعمها بشكل أساسي من الضرائب والرصوب وقيدة انخراط الحوثي علنا في ابتزاز البنوك في صنعاء المؤسسة في تقرير جديد قالت إن الميليشيا تجمع الإرادات من خلال الضرائب المبتكرة والابتزاز والخطف والمصادرة واختلاس المساعدات الإنسانية وأشار التقرير الذي غطى السنوات الثلاث الماضية إلى أن الميليشيا عدلت تفسير قانون الزكاة في العام 2020 وفرضت طريبة جديدة بنسبة 20% على بعض الأعمال وذكرت مؤسسة بريتل سمان أن المستفيدين من هذا الدخل الإضافي عائلة الحوثي والعائلات الأخرى التي تدعي النسبة من النبي محمد والتي تسمى الضريبة الهاشمية ختموا نشرة التاسعة وهذا تذكير بأهم عنوينها مصرع 33 إرهابيا حوثيا وتدمير آليات للميليشيا في معارك بمأرب والجيش يحبط عملية تسلل حوثية جنوب تعز عشرة القتلى والجرحى بانفجار عبوتين ناسفتين في صنعاء واستشهاد مواطن بلغم حوثي في نهم تقرير لمؤسسة ألمانية عائلة الحوثي هي المستفيدة من الضرائب المبتكرة والابتزاز والخطف واختلاس المساعدات تموا هذه النشرة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة